خليني أبدأ مع حضراتكو زي ما ابتدنا الكلام والحلقة أنا وكريم وبنقول 11 تسعة هذا التاريخ اللي كان يعني بيشهد مولد لأسطورة حقيقية الماستر صالح سليم يعني عشق هذا الرجل كل المصريين يا كريم ما فيش حد ما كانش فيه كلام بقى أصل الأهلوية بيحبوه أصل مش عارفة مين ما بيحبوش كلام ده خالص هذا الرجل اجتمع عليه الجميع عشقه جميع المصريين هذا الأسطورة اللي بجد يعني صاحب طبعا الكلمة الشهيرة لأهل فوق الجميع اللي قدم العديد اللي كان ليه كارزمة اللي كان ليه قوة شخصية اللي كان ليه حضور بص حاجة كانت استثنائية بجد لما تيجي تتكلم عن كابتن صالح سليم بجد شخصية استثنائية ده كان فيه ناس زمان يقولوا لك يا كريم أنا أنت أهلاوي ولا زمالكاوي ولا وتافري يقولك أنا صالح سليم صالح سليماوي زي أحمد رمزي على فكرة فنان الراحل الجميل أحمد رمزي اتسأل في أحد البرامج قال لهم أنا صالح سليم فمن كتر عشقه لهذا الرجل كان فيه نماذج زي دي كتير جدا قامة كبيرة جدا طبعا ولد عام 1930 وتوفي عام 2002 وحزن طبعا بسبب وفاته العديد ويمكن الفئات كبيرة جدا من الشعب المصري والعربي خليني أقول لحضراتكم لا يرحموا قيمة وقامة لن تعود فعلا طبعا كان ظهوره الأول بالمناسبة في مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي وقتها فاز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة سجل خلالها كابتن صالح سليم بكورة أهدافه الرسمية مع الفريق استمر مع النادي الأهلي ابتداء أو انتهاء بموسم 67 يعني آخر موسم دي كان 66 67 وقتها لعب آخر مبارياته أمام فريق الطيران كلام ده تنتحديدا يوم 11 نوبمبر 66 كما تقلد منصب مدير الكرة ثم عضو مجلس الإدارة في النادي ثم رئيس النادي الأهلي حتى وفاته في مايو من عام 2002 رحل عنا المايستو لكن طبعا أكيد سرته بقية ولو ما كانش هو شخص استثنائي زي ما كانت نهواند بتقول لحضراتكم ما كانش هتبقى أستورته بقية وعيشة معنا إلى يومنا هذا طبعا هو كان لعب استثنائي وإداري استثنائي والحقيقة كان يعني بيقود الدفة في وقت كان وقت مش سهل وكان فيه متغيرات حتى على الصعيد القومي البلد كلها مرت بأحداث جسام في الفترة دي والحقيقة كابتن صالح سليم أيقونة قيمة وقامة رحلت عنا ولكن أكيد يعني الإسم والذكرى العطرة بقية معنا أكيد إلى يوم الدين زي ما بتقيل دايما الشخص ربما بيرحل لكن ذكراه وتاريخه بيبقى ما فعل أو الأحداث اللي مر بيها أو الذكريات اللي الناس فكريها هي دي الحاجات اللي بتبقى لا يمكن أن هي تنتهي فالله يرحمه وحنقول إيه يعني دايما برضو الأهلي فينا يعني نماذج زي دي كتير وزي ما بتقيل مصر ولادة والأهلي ولادة والقامات الكبيرة دي لا تنسى ولن تنسى بصراحة الله يرحمه